اشتركوا في القناة في ديوان هيئة علماء المسلمين في العراق وفي هذا اليوم المبارك نستضيف الدكتور محمد مظفر الأدهمي ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان بغداد المدورة موقعها وعمارتها فليتفضل مشكورا موضوع بغداد المدورة سادتي العزاء سيكون الحديث في الحقيقة عن مدينة غير موجودة حاليا التي اندثرت مع الزمن ولم يبق منها أي معلم أو أثر ولكي تتضح الصورة لا بد لنا من أن نستطلع موقع المدينة لكي نتعرف على أصل مدينة بغداد هي قد جاء ذكرها ذكر هذا الاسم في المصوص المسمارية البابلية حسب ما يذكر الآثاريون وتؤكد المصادر أنها قبيل الفتح الإسلامي أي موقع المدينة كان عبارة عن سوق يقع في الجانب الغربي من نهر دجلة والمعروف حاليا بمنطقة الكرخ يسمى سوق بغداد وكان هذا السوق يقام كل شهر ويذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان أن بغداد كانت سوقا يقصده تجار الصين وتجمع المصادر على أن أهل الحيرة أخبروا خلال الفتحات الإسلامية أخبروا خالد بن الوليد أن في بغداد سوقا عظيمة تقاموا كل شهر يقصدها التجار من بلاد الصين وفارس والأحواز وسائر البلاد فاتجه المثن بن حارثة الشيباني إليه وسيطر على هذه المنطقة إذن بغداد في الأصل لم تكن مدينة وإنما عبارة عن سوق فيه بعض البيوت السكنية لمزارعين وبساتين على الضفة الغربية لنهر دجلة يقابلها في الضفة الثانية اللي هي الآن الرصافة مكان لسوق آخر يدعى سوق الثلاثاء فإذن على دجلة في جانب الرصافة سوق الثلاثاء وعلى دجلة في جانب الكرخ كان يسمى سوق بغداد فكرة بناء المدينة المدورة في مكان سوق بغداد قد جاءت بعد دراسة وتمحيص من قبل الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور فقد أرادها أن تكون أراد أن ينتقل إلى مدينة بعيدا عن الهاشمية بسبب عوامل يأتي في مقدمتها الموقع وعدم شعور الخليفة العباسي بالأمان بعد محاولة قتله من قبل الراوندية في قصره بالهاشمية ويقول ريشارد كوك في كتاب بغداد مدينة السلام الذي ترجمه وعلق عليه المرحوم الدكتور مصطفى جواد وفؤاد جميل أن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور قد وجد أن بلاد النهرين أفضل مركز يمكن أن يدير منه الدولة العربية الإسلامية على أن تكون غير مدينة الهاشمية القريبة من الكوفة التي استقر فيها بعد أن هاجمه في قصره الراوندية الفرس المؤمنين بعقيدة فارس الساسانية القديمة وكادوا أن يصلوا إليه ويقتلوه في قصره لو لا تعزيزات الجند التي وصلت وأنقذته ولذلك طاف أبو جعفر المنصور برحلات عديدة في العراق وصل فيها إلى الموصل واستقر رأيه أخيرا على منطقة سوق بغداد ولم يكن اختيار المكان إلا بعد دراسة وتنحيص كما قلت الحقيقة هذه المنطقة بالذات سوق بغداد المنطقة قريبة يعني دجلة والفرات أقرب منطقة يتلاقيان فيها تخصرا هي منطقة سوق بغداد هذه المنطقة فيها شبكة أنهار تأتي من نهر الفرات إلى نهر دجلة بحكم انحدار الطبيعة سوق بغداد كان في شماله يعني نهر الدجيل فوق السوق وجنوبه نهر عيسى هاي أنهار رئيسة موجودة في هذا المكان فالمنطقة كانت عبارة عن شبكة أنهار تربط دجلة بالفرات تربط دجلة بالفرات يعني والأنهار تأتي من الفرات إلى دجلة والمنطقة هذه يعني الملاحة في نهر دجلة أيضا كانت تصل إلى الموصل شمالا والبصرة جنوبا فأنت لديك ارتباط بين الفرات وبين دجلة بأنهر وتفرعات وهناك ملاحة موجودة من الشمال إلى الجنوب في نهر دجلة ولذلك فأن الموقع كان صالح تجاريا وعسكريا لأن دجلة في ضفته الغربية يحميه من الهجمات التي يأتي أغلبها من الشرق من بلاد فارس يعني هو لم يقمها في الرصافة وإنما أقامها في جانب الكرخ لكي يحمي نفسه بنهر دجلة كما أنه يحمي ظهره بنهر الفرات لأن من الغرب وهي المنطقة التي قلت يتقارب فيها النهران فأصبحت شبكة من الشرايين المائية تنحدر من الفرات إلى دجلة وتقوم عليها قرى زراعية عديدة من جانب آخر الرغمان النصارى أخبر الخليفة بأن هذه المنطقة صحية من الناحية الصحية فمنطقة سوق بغداد وبساتينة تتمتع بشيء من البرودة لوقوعها على نهر دجلة كما أن الجفاف الموجود فيها يجعلها بمنجات من انتشار الحميات الشائعة في الجنوب وفي البصرة ويصف المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم مزايا منطقة سوق بغداد التي شيد فيها أبو جعفر المنصور مدينته المدورة بالقول فأحد الوجهاء خاطب الخليفة من المعروفين في تلك المنطقة قال لي فأنت يا أمير المؤمنين على الصراط ودجلة بين نخل وقرب ماء تجيئك الميرة في السفن الفراتية والقوافل من مصر والشام في البادية وتحمل إليك طرائف الهند والصين والسند والبصرة وواسط في دجلة وتجيئك آلات من الصين في البحر ومن الروم والموصل في دجلة فأنت بين أنهار لا يصل إليك عدوك إلا في سفينة أو على قنطرة على دجلة والفرات عندما أكمل المهندسون تخطيط المدينة المدورة بغداد أراد الخليفة أن يعرف طريقة البناء والموقع فأمر أن تخط بالرماد أمامه ثم سار هو على المخطط يدخل من كل باب ويمر في تفاصيل بنائها ثم بعد ذلك أمر بوضع يعني قط وصب عليه النفط لتشعل فيه النار فيراها بشكل مجسم فنظر إليها يعني والنار تشتعل فيها فاستوعب تماما مخططها عندها أمر البدء بحفر أسس المدينة المدورة ووضع أبو جعفر المنصور أول آجرة فيها بيده وقال بسم الله ابنه على بركة الله اختطى المنصور المدينة عام 141 هجرية 758 ميلادية طبعا استمر البناء أربع سنوات لأنها سكنت عام 145 هجرية بعد طبعا بدأ البناء بعد أن اجتمع لديه مئة ألف عامل من بنائين ونجارين وحدادين وحفارين استقدمهم من الأمصار وباشر البناء بإشراف مهندسين مختصين إذا تلاحظون هذه المدينة هذا جزء من المدينة هذا الأزرق هو خندق يحيط بالمدينة يأخذ المياه مالت من التفرعات الأنهار اللي هي من نهر الفرات وليس دجلة وعندما يأتي الإنسان إلى المدينة فعليه أي المسافر أو المرتب عليه أن يعمر جسر القنطرة هذا الأزرق ثم يأتي إلى الباب أو المدخل وهذا المدخل إلى أهميته بني ليس مباشرة وإنما بني بشكل منحر لذلك سميت الزوراء أي أن بابها بزورة وما الهدف من هذا أن الإنسان لاحظوا مدخل الباب أن الإنسان عندما يأتي لا يأتي مواجهة أثناء المعركة نحن نتحدث عن الجانب العسكري لا يأتي مواجهة إلى الباب وإنما عليه أن يدور وينحرف إذا أراد أن يهاجم وفي هذه الحالة ستصبح يده اليمنى التي يحمل فيها السيف بمواجهة السور ويده اليسرى التي يحمل فيها الدرء إلى الخارج وفي هذه الحالة بلإن كان إصابته من الأسوار الموجودة هذين السورين يعني واضحة الفكرة أن الجند الذي يدخل لن يتمكن من حماية نفسه بدرعة لأن جهة اليمين التي يحمل فيها السيف أو الرمح بمواجهة الأسور هذه الأسوار هذا السور الأول السور الثاني أعلى من السور الأول لماذا؟ لكي يتمكن الجنود من رؤية المتقدم يعني حتى يمكنون أيضا من الإصابة فالسور الأول يكون أوطأ من السور الثاني وبين السورين رحبة واسعة لم يتم فيها البناء نهائيا والحقيقة أن مواد البناء جلبت من مختلف مدن العراق كما تم الاستفادة من الآجر الموجود في المدائن والطيسفون وبابل وتذكر المصادر أنه قد عثر على آجر مختوم بختم الملك المابلي نبو خدنصر على ظفة نار دجلة من بقية رصيف قديم في بغداد ولعله مما أمر بنقله أبو جعفر المنصور مؤسس المدينة من أحجار مدينة بابل نأتي الآن إلى الأبواب أبواب بغداد أبواب بغداد بغداد كانت فيها أربعة أبواب باب خراسان باب الشام باب البصرة وباب الكوفة وهي في الحقيقة ثمانية وليست أربعة الباب الخارج الرئيسي ثم يأتي ممر من السور الأول إلى السور الثاني فيه باب ثاني لكن الرئيسية هي هذه أربعة كبار في السور الخارجي وأربعة صغار في السور الداخلي وبين كل باب كبير وصغير دهليز يربط بينهما وقد جاء بالأبواب الخارجية الكبيرة الأربعة من واسط والكوفة ودمشق وأطلق على كل باب من هذه الأبواب اسم حسب جهته المتوجه باب البصرة هذه الجهة المتوجهة إلى باب البصرة باب الكوفة باب الشام باب خراسان ولكل باب من هذه الأبواب كما قلت مدخل مزور لأغراض دفاعية كما شرحت أي أن المهاجم لا يأتي مباشرة إلى الباب وإنما عليه أن يعبر الخندق على قنطرة ليدخل من مدخل جانبي بحيث تصبح جهته اليمنى التي يحمل بها السيف مواجهة للسور مما يسهل إصابته لأنه يحمل في يده اليسر الدرع الذي يحميه ولذلك أطلق على مدينة المنصور المدورة اسم الزورة يقول الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد إذا جاء أحد من الحجاز دخل باب الكوفة وإذا جاء من المغرب دخل باب الشام وإذا جاء من الأحواز والبصرة وواسط واليمامة والبحرين دخل باب البصرة وإذا جاء من المشرق دخل من باب خراسان وكانت الأبواب حديدية ولكل باب فردان لا يغلق الباب الواحد منها ولا يفتحه إلا جماعة من رجاله والسور أبراج ضخمة وشروفات مدورة وتفصل بينه وبين السور الداخلي ساحة مرصوفة تقع بين السورين لأغراض دفاعية لا يجد فيها بناء علما أن السور الداخلي أعلى من السور الخارجي كما قلت لكي يسيطر المقاتلون في هذا السور على مداخل المدينة وخارجها ويبلغ ارتفاع ستون ذراعا أو ما يقارب تسعين قدما وتقع في الساحة التي تقع بين السورين ممرات أربعة تربط بين أبواب السور الخارجي وأبواب السور الداخلي هذا مخطط لكل مدخل من المداخل الأربعة بحيث السور الإنسان عندما يدخل سيمر في ممرات طويلة ليصل إلى الباب الثاني وتفصل بين السور الداخلي والسور أبراج ضخمة وشروفات مدورة وتفصل بينه وبين السور الداخلي كما قلت ساحة تقع في الساحة التي تقع بين السورين ممرات أربعة هذه تربط بين أبواب السور الخارجي وأبواب السور الداخلي الأربعة هذه واحدة منها كمخطط نحن ما عدنا هذا كله متخيل من خلال ما كتب عنها في الكتب والمصادر وفوق كل باب من أبواب السور الداخلي توجد غرفة واسعة لها قبة وفوق كل قبة مؤشر متحرك يبين اتجاه الرياح وقد أقيم للخليفة أبو جعفر المنصور غرفة خاصة فوق باب خراسان يجلس فيها بعد الظهر ليشاهد من هذه الغرف منظر المدينة الرائع كما هو قيمة حول كل قبة قيمة أيضا نقطة حراسة خشبية بعد السور الثاني هذا تأتي المساكن بعد هذه السورين الأساسيين تأتي المنطقة السكنية التي يفصلها عن قلب المدينة حاجز لأن قلب المدينة يسمى الرحبة قلب المدينة هنا يضم قصر الخليفة المنصور والجامع الملاصق له وثكونات لحرسه ودواوين الدولة ومساكن أولاد الخليفة المحيطة بقصره ومساكن بطانته وخدمه هذه المنطقة الداخلية يعني بعد السورين الأول والثاني تأتي المناطق السكنية شوف هاي المداخل الأربعة شون ممرات اللي خططنا إلها ثم تأتي هذه المنطقة التي يقع فيها قصر الخليفة في الوسط والمشهور بقبة الخضراء وبباب الذهبي يعني اشتهر الحقيقة القصر المنصور بهذا الشيء ببابه الذهبي وقبته الخضراء التي يعلوها تمثال فارس يمتطي فرسه وبيده رمح وكانت القبة هي المكان الذي يستقبل فيه طبعا الخليفة المنصور الناس في رعاياه وقد بقيت القبة الخضراء معلما بارزا رغم مرور السنين تركت بعد ذلك المدينة كما أتي إلى أن تهدمت نتيجة اعصار قوي عام 329 هجرية 940 ميلادية يعني في القرن العاشر الميلادي تهدمت هذه القبة بعد حوالي 800 سنة من بنائها أما عن الجامع فكان بنائه بسيطا إلى أن جاء حفيد المنصور الخليفة هارون الرشيد فأعاد بناء على طراز بالغ الروعة وقد طاول هذا الجامع الزمن وبقي قرون انطوار رغم اندثار المدينة المدورة كان الجامع موجود عندما حاصر هولاكا وبغداد في جانبه الشرقي عام 656 هجرية كما ذكره الرحالة ابن بطوطة عندما زار بغداد عام 1327 ميلاديا ويعني هذا أن الجامع استمر قائمة لتسعة قرون من الزمن ولا نعرف متى اندثر هذا الجامع أما عن الأسواق فقشيدت في شوارع المنطقة السكنية المحصورة بين السور الداخلي ورحبة قصر الخليفة ومقرة وبنيت للتجار طاقات هذه لكن الخليفة المنصور انتبه لاحقا إلى أن هذه الأسواق تجلب عادة الجواسيس والأعداء إضافة إلى الضوضاء التي تحدث في هذه السواق فقرر إخراج خارج المدينة المدورة مما أدى إلى تساع منطقة الكرخ لقد جعل المنصور للأحياء السكنية عمل نظام غذائي خاص مخازن للمؤن لكل حي من الأحياء أخضعت لرقابة دقيقة من حيث الأسعار وغيره وقد سميت محلات المدينة المدورة وشوارعها بأسماء رجال وقادة بارزين من بينهم من ساهموا ببناء المدينة لقد أراد المنصور لمدينته المدورة أن تكون قليلة السكان مقتصرة على عمال دولته ولذلك لم يشجع السكن فيها لعامة الناس لأنها كانت مدينة إدارية ذات مزايا عسكرية حصينة تدار منها الدولة العربية الإسلامية يصف البؤرخون المدينة بالقول كان الماء موفورا في المدينة وكانت الشوارع والأماكن العامة تخسل دوما والحدائق تسقى باستمرار ولم يكن مسموحا للقمامة أن تبقى وفي المدينة دوريات للشرطة تحرسها وكانت الأمانة والاستقامة والشفقة والعطف عنوان التجار وأعمالهم ومعاملة العبيد والأتباع معاملة حسنة أنشأ أيضا الخليفة المنصور قصر الخلد على نهر دجلة خارج المدينة وكان ينتقل إليه يربطه خندق يرتبط بداخل المدينة المدورة نفق نزل فيه سنة 1158 هجريا وقد سكنه من بعده الرشيد ثم المأمون الخليفة المنصور لم يفضل أن يكون الجيش موجودا في المدينة المدورة أو حولها ولذلك أمر ابنه المهدي أن يبني ثقنات للجيش في جانب الرصافة وأيضا شهيد جسر خشبي يربط بين الكرخ والرصافة فبدأ المهدي أقام معسكر للجيش في الضفة الشرقية المقابلة للمدينة المدورة في مكان يدعى سوق الثلاثة نحن بغداد أيضا نفس المنطقة سمه سوق الثلاثة وشهيد جسر خشبي كما قلت ومن هنا بدأ العمران في جانب الرصافة حيث أقام المهدي دورا لضباطه وجنده فالتحق به الناس وعمروها فابتنى المهدي فيها قصرا وجامعا يفوق جامع المدينة المدورة سعة وعمارة المدينة أنشأت حولها شبكة كما قلت شبكة مياه وكذلك إضافة إلى الطرق المساعدة على لا أريد أن نطيف في هذا حركة التجارة والعمران خارج المدينة فظهرت أحياء خارج المدينة المدورة يعني أحياء مثل لها علاقة مرتبطة بالعمل يعني حي الصفارين صانعي الصابون النساجين حاكة القصب وزياتون لأغراض الإنارة وغيرها وعمال القار وباعة الدجاج وباعة الشواء وسوق البطيخ وسوق الفواكه والخضار كما أقيم حي للتجار خارج باب الكوفة سمي باسم الكرخ نسبة إلى قرية في هذا المكان واهتم أيضا خليفة بإنشاء شبكة برية حول المدينة ترتبط بأربعة طرق رئيسة تؤدي إلى أبواب المدينة الأربعة فأصبحت بغداد محاطة ومؤمنة ومجهزة بما تحتاجه من خدمة كما أن طريق الحج يبدأ كان من باب الكوفة وقد اهتمت به السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارو الرشيد فأقامت على طوله مظايف لراحة الحجاج وأطعامهم والمسافرين عموما إلى مكة المكرمة نمو مدينة بغداد وما حولها أدى إلى أنه لم تعد هناك أهمية للخندق المائي لأنه انتشرت الأحياء حول المدينة ولذلك يعني الناس تم تجفيف هذا الخندق المائي وشرع الناس ببناء الدور في هذه المنطقة بالقرب من الأسوار لكن المدينة بقيت مركزا رئيسا للخليفة يعني أقالكم ما كتبه ريتشارد كوك في كتابه بغداد مدينة السلام أصبحت بغداد المدورة في عهد الخليفة المنصور والخليفة الرشيد مركزا لإمبراطورية قوية وغدت بؤرة الإشعاع الثقافي في الدنيا كلها ومحجت كل موهوب من آسيا إلى الأطلسي ونشطت فيها الحركة الثقافية والأدبية وتصاعدت بعد استيراد الورق من الصين فأصبحت بغداد هي التي تصنع الورق وصارت مركزا يتبارى فيه الشعراء وفقهاء الدين والنحات ونشطت الحركة التجارية والصناعية وغدت بغداد محطة البضاعة القادمة من الصين وفرنسا وذاعت في كل مكان منتوجات بلاد النهرين وصارت اللغة العربية أعظم وسيلة في ميادين التبادل التجاري فأصبحت ثروتها ورخاء أهلها وقوتها وشعرتها مضرب الأمثال في الدنيا متى تدمرت مدينة بغداد وانتهى وجودها المدورة نحن نتحدث عن المدورة الحقيقة أول تصدع وقع في المدينة عندما وقع القتال بين الأمين والمؤمون الأمين تحصن داخل المدينة المدورة التي حاصرها جيش المؤمون لتنهال على المدينة وأبوابها وسورها قذاء في المنجنيق وحجارته وحممه من كل صوب لمدة 14 سنة أو شهرين فتدمرها من بعد 50 عاما من تشييدها وعندما استسلمت المدينة المدورة لجيش المؤمون عام 196 هجرية 811 ميلادية كان الخراب قد حل بها بعد أن أصبحت تلك البنايات الرائعة التي شيدت في زمن المنصور والرشيد ركاما فغدت لا تليق بمكانة الخليفة المنتصر المؤمون خصوصا وأنه لم يهتم بإعادة عمارها وبقيت أجزاء من سورها مهدمة وأصبح قصر الخلد على ضفة دجلة وما جاوره خرابا مدروسا ففقدت المدينة المدورة بريقها ونقلت الدواوين ودوائر الحكم منها إلى الضفة الشرقية من نهر دجلة ليبدأ نمو مدينة بغداد الجديدة وتطورها في جانب الرصاف يقول ريشارد كوك أن حصار مدينة بغداد المدورة وحرب الأمين والمؤمون يمثل بداية النهاية فلم يعاد بناء الجزء الذي تهدم من سور المدينة ومنية أراضيها وضواحيها الغربية بأضرار بالغة جراء الضرورات التعبوية أثناء الحصار والحرب وأصبحت عشرات المباني الرائعة التي شيدت في عهد الرشيد الزاهر ركاما منثورا وخربت الحمامات والخانات والدور الخاص واستمرت التهور طبعا المدينة بعد أن تعرضت للغرق خصوصا فيضانات دجلة والفرات لعبت دورها أيضا لأنه موجود حماية فيضان سنة 330 في نهاية القرن الرابع الهجر العاشر الميلادي فأوشكت المدينة على الاختفاء وتلاشت أسوارها واندمجت بالأسواق والمحلات التي تقع خارجها وتحولت بعض بناياتها إلى سجون استخدمت للمجرمين واللصوص معز البويهين عندما سيطروا في القرن العاشر الميلادي على بغداد معز الدولة البويهي اقتلع أبواب سور المدينة المدورة ونقلها إلى قصره الذي شيده في باب الشماسية في جانب الرصافة وهو آخر ذكر لأبواب بغداد المدورة وقد وصفها شمس الدين المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقلين بالقول وأما المدينة فخراب وحينما أخذت أحياء الجانب الغربي بالاندثار في القرون اللاحقة كان مصير المدينة المدورة الاندثار التدريجي حتى لم يعد منها شيء يذكر وباتت المدينة بقصورها ودورها وأسوارها ركاما يعلوه التراب ثم اختفت تماما وصار تعيين موقعها مجرد تكهنات الآن أين موقعي؟ يعني في ختام حديثي أين موقع بغداد المدورة الآن؟ أين هي الآن؟ الحقيقة لا يوجد كما قلت أثر واضح لبغداد المدورة بغداد أبو جعفر المنصور وهارون الرشيد حاول العلامة المرحوم الدكتور مصطفى جواد تحديد مكانها فذكر أنها تقع بين الاحطيفية وعلاوي الحلة هكذا بشكل عام إلا أن أحدث تشخيص لموقع بغداد المدورة هي الدراسة التي قام بها المؤرخ الأستاذ الدكتور المرحوم عماد عبد السلام بعد اللعبة الصدفة دورها في هذا الاكتشاف ففي عام 1999-2000 بدأت أمانة بغداد بمشروع واسع لإكساء شواطئ نهر دجلة بالأحجار وكانت ثم بحثة آثارية مكلفة بإجراء مسوحات على ضفاف دجلة قبل أن تكسوها الأحجار فلاحظت أن الجرافات العملاقة في منطقة الاعطيفية قد اصطدمت بأسس بناء بالغ القدم فتوقف عمل الجرافات وباشرت البحثة الآثارية العراقية بالعمل لتعثر على جدار أثري مغمور بالماء وعندما وصل الحفر إلى عمق ستة أمتار ظهرت لقى أثرية جميلة جدا وراقية ومنها قوارير زجاجية رقيقة مموهة بالمينة لحفظ العطور النفيسة التي اشتهر الخلفاء العباسيون بتعطير عمائمهم منها والأهم من هذا فقد تم العثور على مسكوكات ومنها العملة التي كانت تعرف بالدوانيق والتي لقب أيضا أبو جعفر المنصور بالدوانيق اللي كان يدفعها لعمال البناء كما عثر على مسكوكة نادرة مؤرخة عام 157 هجرية وعليها كتابة تشير إلى أنها ضربت في مدينة السلام وتحمل اسم الخليفة أبو جعفر المنصور وحينما استمرت أعمال التنقيب في هذا الجانب من نهر دجلة فلع طيفية تكشفت أسس ضخمة لبقايا قاعة كبيرة مزينة بلون ذهبي تشبه الوصف الذي جاءنا في كتب التاريخ عن قاعة العرش في قصر المنصور الذهبي الذي كان يتوسط بغداد المدورة والذي سكنه المنصور الرشيد إذن نحن أمام قصر المنصور ومقر حكمه الرئيس في بغداد المدورة والذي عرفه بقصر باب الذهب ومما يؤكد صحة هذا الاكتشاف عثور المنقبين تحت القصر على قناة معقودة جدرانها بالطابوق الأحمر ومبلطة بالطابوق الفرشي تربط القصر بنهر كرخايا المتفرع من نهر الفرات لإرواء المدينة ولكي تكون هذه أيضا مخرجا إلى ما حصرت المدينة من قبل الأعداء وقد ورد ذكر هذه القناة في كتب المؤرخين السؤال اللي يطرح نفسه كيف يمكن أن يكون قصر الخليفة على ضفة نهر دجلة وهو الذي كان يتوسط المدينة المدورة يقول المؤرخ المرحوم الدكتور عماد عبد السلام أن تغيير نهر دجلة لمجراه عبر القرون قد جرف نصف المدينة تقريبا مما أدى إلى أن يصبح نصف المدينة المدورة الشرقي في قاع نهر دجلة في المنطقة المحصورة بين كورنيش العظمية والعطيفية الجزء الشرقي منها أما النصف الغربي من المدينة المدورة فهو الآن مدفون تحت التراب في جانب الكر حيث يقع قصر باب الذهب على ضفة دجلة في العطيفية هذه هي بغداد المدورة التي كانت عاصمة الدنيا ومنبع حضارتها أيام المنصور والرشيد نصفها في قاع نهر دجلة بين الأعظمية والعطيفية ونصفها الآخر في جانب الكر تحت التراب شكرا جزيلا شكرا للدكتور محمد موظفر الأدهمي على هذه المحاضرة القيمة والآن نفتح بعض المداخلات الأسئلة دمجد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله والصحبين وعلاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للدكتور محمد مظفر الأدهمي على هذه المحاضرة الماتعة بالنسبة لبعض الأمور التي تنير بعض الجوانب المحاضرة كانت ملتزمة بعنوانها الموقع والعمارة لم تدخل في جوانب أخرى وهذا هو في صلب الموضوع وهو المطلوب في هكذا محاضرات لكن ذكرت بعض الأمور التي تحتاج إلى إضاحة لبيان جوانب مرتبطة بواقعنا المعاصر خاصة فيما يتعلق بامتدادات المدينة مثل ما تسأل أخونا أبو عمر بالنسبة لإسم الزوراء فيه ثلاثة أقوال وهذه إلى الآن لم يحسن نعم يميل بعض الكتاب المختصين بتاريخ بغداد فيما ذكر حسين أمين وناجم أعروف وأخرين إلى موضوع الأبواب هي الأقوال الثلاثة زورار النهر والمقصود بزورار النهر هو انحرافه تحديدا شمال منطقة الأعظمية بين الكاظمية والأعظمية عندما يميل النهر هذا زورار واضح وحتى في الصور التي ظهرت هناك ميلان ورواية ثانية هي أنه مزورة لأن القبلة في بغداد قبلة الصلاة مزورة وليست متجهة إلى جهة واضحة مثل الشرق أو الغرب وإنما الجنوب الشرقي والقول الثالث هو زورار الأبواب وإذا أجينا الحقيقة كل هذه الأقوال ممكن أن تتداخل يعني زورار المدينة يعطيها منع لأنها قرب النهر ونهر دجلة كما هو معروف أكثر من الفرات زورارا بمعنى يغير مسار بين كل مرحلة زمنية معينة ثم القبلة أيضا لأنه موقع بغداد الجغرافي لا يجعل القبلة فيها تتجه يعني هكذا مباشرة إلى الشرق أو الجنوب أو الشمال مثل ما هو موجود في اليمن والأمر الثالث أنهم استوحوا من هذا وسيلة حماية وهي أن تكون الأبواب مائلة أي مزورة ولا تعارض بين هذه الأقوال وكثير من قضايا التاريخ لا تحسم ولم تحسم إلى هذه اللحظة بالنسبة لإسم بغداد مثل ما سأل الدكتور محمد واجاب الدكتور محمد وضف الأدمي نعم الإسم قديم والبعض كان يتعلل بأنه إسم فارسي أولا لا ظير في ذلك المنطقة كانت منطقة نفوذ فارسي ساساني قديم معروف ولكن الإسم أيضا هو أقدم من الفرس لأنه من تركيبة تكاد تكون عريقة في الحضارات العراقية فهو قريب من تركيبة باعقوبة التي هي باعقوبة أو باجسرة أو باصيدة اللي هو أبو صيدة الآن وهذه كثيرة لأنه هذه أداة إلحاق أو استفتاح للكلمة فهو بستان هي هنا المشكلة بستان الإله أو بستان الرب بترجمته هكذا ولا ظير من ذلك لأنه اللي كان يسكنون فيهم رهبان من النساطر أن الرهبان يعني المسيحيين الشرقيين بالنسبة للسؤال اللي سألوا أبو عمر على موضوع الامتداد وقرب النهرين أقرب نقطة كما تعرفون جميعا هذه المعلومة يعني الكل يعرفها يقترف فيها ساحلاء دجلة والفرات من بعضهما هي في المنطقة يعني وسط العراق وتحديدا في منطقة أبو غرب تقريبا أربعين كيلومتر فقط أو أقل بين النهرين هو واضح بالخريطة اللي ظهرت في المحاضرة يعني أنه القرب كبير هذا القرب أعطى مدينة بغداد الميزة التي أرادها أبو جعفر المنصور جعل هذه المدينة محمية وقريبة على خطوط النقل وخاصة النقل في ذلك الوقت كان نقل بحري في الغالب وكانت هذه المنطقة تسقى من أنهار الفرات هي صايرة على ضفة دجلة ولكنها تسقى من أنهار الفرات بحكم أنه ارتفاع الفرات كما تعرفون عن دجلة قرابة خمسين متر كما يقدرها بعض من درس هذا الموضوع لذلك العبارة المشهورة والمعروفة عندنا نقول انحدر إلى بغداد انحدر البغداد وين من حدر ليش لأنه نازل وهذا الانحدار طبعا ما يبين لأنه مواضح كثيرا والمسافة طويلة ولكن هذه المنطقة تقريبا هي نهاية النجد النجد طبعا مسمى كبير جزء منه الغالب في السعودية الآن وجزء منه في الخليج وجزء منه في العراق ثم يبدأ السهل الرسوبي فهذا جعل أنه بغداد تسقى من الأنهار النقطة الأخرى ذكر الدكتور نهر الدجيل وهو أبعد قليلا عن بغداد لكن يمثل الحدود الشمالية لبغداد كان أشبه بساتر أو نهر حماية وسيلة حماية ثم نهر عيسى في الجنوب هناك أنهر أخرى بغداد كانت تشقها أربعة أنهر من الفرات إلى دجلة تسقي بغداد أحدها طبعا نهر الدجيل ثم يأتي بعده نهر الملك اللي تغير التسميات وبمرور الزمن صار السرية صار الصقلاوية والآن تقدر تقول بأنه النهر اللي يربط بين دجلة والفرات إذ راع دجلة يأتي على نفس مسار النهر الذي كان يربط الفرات بدجلة ببغداد لذلك كانت السفن من يأتي من آسيا الوسطى عن طريق تركيا أو يأتي من الجزيرة المقصود بها الجزيرة الكبيرة يعني العراق سوريا تركيا يأتي بهذا الطريق يأتي من الشام يأتي من مصر يأتي إلى ضفاف الفرات ثم يركب السفن وينحدر في نهر الصقلاوية أو ذراع دجلة فيصل إلى بغداد وكثيرا ما كانت تغرق بغداد بسبب هذا النهر عندما يفيض ماء الفرات ويلتق بماء دجلة كانت القرى تمتد من هذا النهر إلى نهر عيسى مثل ما ظهر بالخريطة فكانت المنطقة الممتدة من دجلة إلى الفرات اللي الضم أبو غريب كاملتين جزء من اليوسفية والرضوانية جزء من شمال بغداد كانت مليئة بالقرى والمزارع والبساتين كانت منطقة خضراء وهذه المنطقة الخضراء مجديدة والسبب في ذلك أن هذه المنطقة أيضا كانت من المناطق المأهولة في الحضارات العراقية القديمة والعقرقوف الجابة هنا بالنصف المنطقة هذه لماذا؟ لأن كانت أحدى عواصم العراق بل أرجح الروايات في موقع بغداد أن سوق بغدادة أو بغدادو أو بقدادو هو يقع قريبا من عقرقوف وتحديدا في منطقة الغزالية وهذه ليس بعيدة عن الكارخ وعن نهر دجلة كيلومترات قليلة تصل إليها وما يؤكد ذلك أن كل الأنهر التي تأتي من الفرات سواء كان نهر الملك الصقلاوية أو نهر عيسى في الجنوب الذي هو نهر أبغريب الحالي كانت تلتقي في منطقة يقال لها المحول المحول يأخذ هذه المياه من هذين النهرين ويوزعها على أنهر أصغر هذه الأنهر الأصغر تدخل تحت بغداد تدخل في بغداد ويصير علي قناطر كل حي يدخل منه نهر منطقة المحول حسب ما يقول دارسوا الخطط خطط بغداد وغيرها وخاصة اللي اختصوا بموضوع الأنهر وكيف تسقى بغداد وتحديداً الدكتور أحمد سوسة رحمة الله عليه منطقة المحول هي تقريباً يعني بشكل شبه أكيد البنزين خانة اللي بالعامرية تربط بين العامرية وحي الخضراء أو الشارع اللي يمتد الغزالية اللي نسميه شارع البصرة شارع الرئيسز سابقاً يعني منطقة الخضراء الحالية كانت هي منطقة المحول اللي يتحول المياه إلى بغداد فإذا بغداد كانت تمتد إلى هذه المنطقة وهذا يفسر أنها قريبة من الفرات لأنها كانت واسعة متسعة جداً طبعاً هذا النهر نهر عيسى يمتد وبعد ذلك يسمى بتسمية أخرى عندما يضيق ويصب مياه في نهر دجلة تحديداً عند مستشفى الكرخ الجمهوري يعني قريباً من ساحة الشهداء وهذا أصبح من أشهر أنهر بغداد في ذلك الوقت بغداد مثل ما ذكروا الدكتور قسم تحت الأرض الآن في منطقة يعني العطيفية وما حولها الشالجية وغيرها باتجاه العلاوي ودليل آخر أنه نهر الخر اللي ياخذ مياه من نهر أبو غريب اللي هو نهر الخير لكن مرور زمن سموه الخير إلى الآن يجري والآن اندثر هو لكن موجود تعرفون مكانه بين المنصور وبين الحارثية قريباً منطقة العلاوي فإذا كانت بغداد تنتد إلى هذا المجال لما اندجل مال إلى جهة الغرب أكل جزء كبير من المدينة ثم بعد ذلك توسعت بغداد وبدل عمران يصير بالكرخ بدأ بالكرخ ثم انتقل للرصافة ثم عاد إلى الكرخ وهذا ما حصل عندما جاء الاحتلال البريطاني وتدمير الأبواب وغيرها فحقيقة هو الموضوع واسع وشيق وفيه كثير من التفاصيل يعني أذكر تفصيل واحدة ذكرتها سابقاً لكن نكررها الآن أنه كثير من علماء بغداد اللي ساهموا في إعداد الجيل اللي حرر بيت المقدس مع صلاح الدين الأيوبي علمياً وروحياً ونفسياً كانوا ينشطون في غرب بغداد وتحديداً في هذه المناطق من الدجيل وصولاً إلى اليوسفية إلى نهر صرصر نهر صرصر هو أحد الأنهر المندثرة وإلى الأنبالديرة يمكن سألت مرة غيره أركان وغيره وقالوا نعم أكو نهر هناك سامون وصريصر أو غيره هذا نهر صرصر اللي نشأت فيه مدرسة كبيرة للحنابلة أما الشيخ علي الهيتي والشيخ عبد القادر القيلاني وغيرهم كان نشاطهم في هذه المناطق اللي استطاعوا من خلاله إعداد حركة علمية وطدت بعد ذلك أو وطأت بعد ذلك لتحرير بيت المقدس بارك الله فيكم بزاكم الله سلام عليكم شكراً للدكتور محمد مظفر الأدهمي على هذه المحاضرة القيمة والشكر موصول لكم سادة الحضور ونلتقي بمجال استقافية أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة